فراق قانوني إما لأنهم لا يؤمنون بالرقية وإما لأن طبيعة الأشياء يكون كاين فراق قانوني ثم يوقع حادث في المجتمع يؤدي بالمشرع إلى التقنين وأنا أظن أن الذين وضعوا القانون لم يلتفتوا إلى هذه الحقيقة أن هناك أمراض تصيب روح الإنسان يحتاج لعلاجها إلى الراقي الشرعي نعم أشيخ شمس الدين هل بحكم التجربة تقول هذا الكلام؟ نعم أنا أقول بحكم التجربة بحكم العلم بحكم الكتاب والسنة بحكم الأذكار التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقية حقيقة موجودة ومشاهدة وأين بأعيننا إذا أصيب الإنسان في روحه إنسان يصاب في روحه أين يعالج؟ إذا إنسان سكنوجين يعني وشهر أي طفلة في عمارها أربع سنوات تقول يتكلم ثلاث لغات ولم تدخل إلى المدرسة أبدا هذا بعين شفناها تكلم ألماني أنجليزي تكلم الصيني تكلم فهذه مصابة إلى أين نذهب بها نوحب بها إلى طبيب الأمراض العقلية هذه تسحق إلى الرقية الرقية موجودة والرقات موجودون من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا لا يمكن إنكار الرقية أبدا الرقي بالأحمر تحدث واعترف وقال لست بحافظ القرآن وممارسة للرقية روحانية واجتهاد شخصي ما قولكم في هذا القرآن؟ جيد لا يشترط في الرقي أن يكون حافظا لكتاب الله لا يشترط يشترط في الإمام الذي يصلي بالناس التراويح أن يكون حافظا للقرآن إمام المسجد الذي يصلي بالناس الصلاوات الخمس لا يشترط أن يكون حافظا لكتاب الله الرقي يشترط فيه أن يكون صالحا وأن تكون رقيا تعمو طابقة لأحكام الشر لا يكون دجل لا يكون سحر وبالتالي لما المحكمة تسألوا هل أنت حافظ لكتاب الله ويقول ما نش حافظ لكتاب الله هذا ليس عيبا في الرقي يقدر يرقي بصورة الفاتحة فقط نعم كما قال إبن الله أحمر هو قال أنه يرقي رقيته الشرعية للناس بصورة الفاتحة فقط وقد تم مسألته في المحاكمة عن صورة الفجر ابتداء من الآية 45 للتحقق من هذا الرقي هل هو حافظ للقرآن فقال أنا لست حافظا للقرآن وأرقي الناس بالرقية الشرعية أو الرقية الشرعية بتلاوة الفاتحة فقط لا يشترط في الرقي أن يكون حافظا لكتاب الله بل المجتهد المطلق لا يشترط أن يكون حافظا لكتاب الله المطلوب يكون حافظ بعض الآيات ليرقي بها لفيها خواص لفيها أسرار وبالتالي هو يرقي بصورة الفاتحة هذا واقع زمن السلف الصالح أحد الصحابة أرقى ملك من مولوك العرب بصورة الفاتحة فقط وبراه هذا الملك وأعطاله 33 من رؤوس الماشية والغنم يعني أن السجن إنسان لأنه يحفظ صورة الفاتحة ويرقي بها وربي أجه الخير على يده هذا لا يليق يعني نعم إذن شيخ شمس الدين هذا الراقي تحدث وقال أنه يرقي أيضا باستعماله أدوية أو مستلزمات طبية تباعه في صيدليات عفوا بدون وصفة ما قولكم أنه يستعمل هذه المستلزمات الطبية؟ هو الرقي الشرعية علاج نقطة البداية على الجهات الرسمية أن تعترف أن هناك رقات هذا الراقي إذا كان شرعيا يستعمل العلم الذي توصل إليه يعني إذا كان مثلا الحجامة الحجامة جزء من الرقية إذا الحجامة لابد لها من كؤوس ولابد لها من كبريت ولابد لها من أشياء لابد أن يستعملها لا شيء في هذا لا شيء في هذا يعني أنا لا أرى أن هذا جريمة يعاقب عليها القانون ويقبض عليه بسنة السجن بتهمة أنهم وجدوا عنده السيروم مثلا ما هو الفرق بين ترقيه إنسان في قرعامة ويشربها وبين ترقيه في السيروم ويدخل القبالة إلى العرق هذا مجتهد هذا باحث يعني يسلم له اجتهاده نعم السيد شيخ شمس الدين دعنا نتحدث هنا هل يجوز للراقي أن يتقاضى أجر بما أنه كان يتقاضى أجر خلال الرقية التي يمارسها على الناس نعم يجوز للراقي لأنه معالج إنسان يكون مارض من البطنه يروح عند الطبيب يخرج له مارض من البطنه يخلص هو واحد يخرج له جن من رأسه وما يخلص يعني يجوز للراقي أن يتقاضى أجر لأنه ينفع الناس ينفعهم وإنما قال العلماء يستحب فقط يعني يستحب نعم ما يطلبش أجر يخلي الناس يعطوله كما شاء يعني للتوضيح فقط هل يجوز أن تصبح الرقية الشرعية مهنة يتقاضاها الراقي أو تصبح مصدر رزقه هل يجوز ليس في القانون ولا في الشرع في الشرع أتحدثوا شرعا أولا أتحدثوا شرعا وبعدها قانون نعم يجوز أن يكون هناك راقي مش يجوز هو كل مسلم يستطيع يكون راقي أنت تستطيع أن تضع يدك على الدأ وتقى فأنت راقي أنا نجيل عندك نقول لك يا صديقي عندي راسي يؤلموني أقرأ لي تحطي يدك تقرأ لي صورة الفاتحة قل هو الله أحد فأنت راقي ولكن هناك ناس تفرغوا للرقية تفرغ لها يعني تخصص وبحث ودرس وطور وطور الأساني بتاع رقية هذا لابد أن يشجع من باب الأجر هل يجوز الراقي يأخذ أجر على الرقية نعم يجوز وقد وقع هذا زمن الصحابة رضي الله عنه نعم دعنا نتحدث الآن أن هناك بعض الأشخاص ينتحلون شخصية الراقي ربما أقول هكذا للتوضيح فقط نعم ولكنهم يستعملون أيضا الشعوذة فاختلطت الرقية مع الشعوذة ما قولكم في هذا يعني أردنا فقط أن نوضح الصورة بطريقة أوضح هؤلاء دجاجلة ودكاكين الدجاجلة موجودة في كل مكان ومملوء بهم ورقات المزيفين موجودين وحنا حذرنا من الرقية المزيفة والحق يقال أنا سمعت حتى الشيخ بلل أحمر يحذر من الرقات الدجاجلة مزيفين يعني لابد نكونوا عادلين في المسألة بالصح لماذا الآن كائن الرقات شرعيين وكائن مزيفين أعلى كائن لأن مكاش قانون يوضح هذه الوظيفة ويحميها مكاش قانون الآن أي إنسان يستطيع يقول أنا راقي وأي إنسان يقدر يروح الواحد الرقي يقول أنت دجال لأنه مكاش مقاييس على أي أساس نحكم على هذا الرقي شرعي وهذا دجال المحكمة حكمت على هذا الرجل بأنه ما هو شرقي شرعي المحكمة ليست جهة علمية لتقدر تعرف هذا الرقي شرعي ما هو اقتراحكم إذن بما أنك تقول إذن لا يوجد هناك نص قانوني يقول أن هذه المهنة أو الرقية الشرعية تجوز أو لا تجوز أنتم ما رأيكم وماذا تقترح شيخ أنا اقترحت قديما أن تؤسس هيئة لأهل العلم مجموعة من علماء الجزائر يعرضوا الرقية تحهم عليهم إنسان يقول بلينا نرقي ونداوي وندير شكو لي يحكم بلي هذا الرقي شرعي ولا دجال ما هوش القاضي ما هوش الشرطي هذه جهة أمنية قضائية ما عندهمش علم في هذا المسائل وإنما أهل العلم لما يجي الرقي يعرض الرقي ينتعو على أهل العلم هذك أهل العلم هو ما يقول وهذا الرقي شرعي ولا هذا دجال على ضوء الخبر أنت حم تحكم المحكمة نعم هذا الحل الذي أقترحه وهذا الحل الذي كان يجب أن يكون في قضية بالأحمر بل أحمر ما عرضوش على هيئة من أهل العلم رفدوا المحكمة السجن يا هذه قضية الرقي هذه الرقي شكو لي عاف وأنا لا أدري هل القاضية لحكم التعليل يعني عندها خبرة بالرقي أو لما عندهاش أتصور إنسان يتهم زوجته بالجنون نعم وشم يديروا في القضاء يعاضوها على الطبيب شرعي على الخبرة وهذا إنسان تهم بأنه ليس رقي شرعي ودجال أعاضوها على أهل العلم أهل العلم هم يحكموا في هذه المسائل قال هذا رقي ولا مشي رقي وهكذا شيخ شمس الدين دانا نتطرق إلى سؤال آخر هل التقيت أنت شخصيا بهذا الرقي باللحمر المدعو أبو مسلم وتحدثت معه ربما مطورا على هذه ماذا كان أو ردكم أو موقفكم إذا التقيت بهذا الشخص صحيح أنا التقيت به زارني في بيتي منذ حوالي أسبوعين قبل القضية أو بعد لا قبل القضية ما كانش كان قضية زيارة مفاجئة هكذا أم نعم زيارة إلى بيتي وجمعه جماعة وأنا جلست معه في حدود أربع ساعات عفوا أقطعك فقط هل كانت هذه الزيارة بحكم الناس الذين تقدموا إليك وتحدثوا عنه أم أن الزيارة كانت مفاجئة صحيح يعني مئات ربما أقول مئات من الناس نعم بعتوا فاكسات ومكالمات ولقاءات يستألوني عن الشيخ باللحمر يستشيرونك يستشيرونني ما رأيي في الشيخ باللحمر وهل رقي أنت أو شرعية أو غير شرعية وأنا لا يمكن أن أجيب وأنا لا أعرف رجل عن قرب وعن كثب وإن كنت نسمع به فلذلك هو أبدأ رغبة في زيارتي وأنا وافقت بسرعة لأنني كان هدفي أن ألتقي به وأن أستمع منه هذه حاجة مهمة أن أستمع منه فلما زارني في بيتي سألت عن كل الأسئلة سألت عن كل شيء عن كل ما نسمع عنه وما يقال فعرفت الصحيح من الباطل والنتيجة التي توصلت إليها أنه راقي شرعي أنا قال لي باللحمر بهذه الكلمة نقولها أمان لله قال لي أنا بريء من أي إنسان يعتقد أن الشيخ باللحمر هو لدواء وإنما أنا دائما أقول للمرضى عليك أن تعتقد أن الشفاء بيد الله وأنني أنا سبب فقط وهذا هو معتقد أهل السنة في مسألة الرقية عندما تحدثت معه ما رأيك في رقيته الشرعية هل هي رقية صحيحة أم أنه يستعمل بعض المستزامات كما حكم أو قيل في المحاضر أو المحكمة مستزامات طبية تساعده على هذه الرقية جيد إذا كان يستعمل المستزامات طبية تساعده على الرقية هذا شيء يشكر عليه يعني لا يلام عليه إذا كان باشي ينجح فرقية تعالوا لازم يستعمل يعني يجي إنسان تطلوا مهدئ مثلا أو لا حاجة أنا لا أدري بالضبط يعني لأن كلمة عامة ما أعرضوش على خبرة الذي فهمته منه وشي اللي سمعت منه واقترحت عليه قلت له هل أنت مستعد تجلس مع هيئة من كبار علماء الجزائر تعرض عليهم طريقتك في الرقية ويأتوك الحكم الشرعي قالي أنا على استعدال من الآن وللأمانة قعد في اتصال معي إلى متى تكون هذه الجلسة أهل العلم هم لي يحكموا على الرجل كيف نرميو إنسان في السجن بالشبهة صبنا عنده سيروم صبنا عنده كالسيبروناد صبنا عنده هذا كلام عام يعني القاضية كان عليها أن تعرض الشيخ باللحمر على الخبرة شكون هي الخبرة في المسألة الخبرة هي أهل العلم أهل الشرع هم أنا دعت حملة على الرقاة الدجاجلة لأني أعرف من شريعة الله الفرق بين الراقي الشرعي ليقب كتاب الله وسنة رسوله وبالأدعي المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الدجاجلة ما نقلوش الفرقه والجزائر هذه خلاص ما فيهاش علماء ما فيهاش رجال الرجل قال أنا على استعداد أن أجلس مع هيئة من الفقهاء يوجهوني وثم قال لي عندي 1500 سؤال جمع 1500 سؤال تتعلق بالرقيا حب يعرف الجواب انتح فإحنا كنا ناويين ندير هيئة من العلماء نتجلس معه ومع غيره لنستمع منهم ونعطلهم الحكم الشرعي فكانت المفاجأة أن يعتقل الرجل وأن يزج به في السجن يعني مفاجأة غير صار إذن خلاص القول فقط لأن ضيق الوقت نعم ما تقول بما أن هناك لا يكون نص قانوني يعني لا يوجد هناك نص قانوني في خلاصة ماذا تقول شيخ الخلاصة أن بلحمر طبقوا عليه القواعد لتنظم مهنة الطب وهو ليس طبيبا بالمفهوم هو راقي شرعي أنا ألتمس وأطلب من مجلس قضاء مستغانم أن يعيد النظر في القضية وأن يستعين بالخبرة الشرعية وبأهل العلم هكذا سنصل إلى نتيجة وحسب قولك لقد كنت جالسا معه مطولا أنا جالس معه أربع ساعات واستمعت منه والشي اللي استمعت منه وفهمت منه أنه راقي شرعي يبقى الآن أن يجلس أهل العلم معه ويصدروا الحكم وليس القضاء يعني ما هو القضاء جهة لتقدر هي تحكم على الوقات مالا الآن أي راقي في المجتمع أي حجام في المجتمع يروح يعرضوه على القضاء والقاضي هو الذي القاضي يطلب الخبرة حتى في أوروبا وفي أمريكا لما يجيبوا لهم قضايا تتعلق بمثل هذه المسائلة الروحانية يعرضوها على الخبرة هذا الذي